في هذا العالم هناك اثنين من الناس يا اخي لماذا كذلك؟ هل تتحدث معي؟ سأعود أريد أن أجعله كامل احد من اكتر مسلسلات اللي انا فعليا بجد مستنيها السنة دي وهو مسلسل سفاح الجيزة مسلسل السفاح الجيزة هو من تأليف محمد صلاح العزب ومن اخراج هادي البجوري اللي كان قدم لنا قبل كده في اخر اعماله انا لحبيبي وكان عمل هبتة وامر اربعتاشر والحاجات دي كلها انا متحمس جدا للمسلسل ده ومتحمس اكتر ان اشوف احمد فاهمي انا عن نفسي كنت قيل قبل كده ان احمد فاهمي من نوعات الممثلين يعني صعبه قوي تلاقي واحد اندا ميدل من نوعات الممثلين اما الناس اللي تحبه قوي اما تحبهوش خالص انا بصراحة بحبه ويحبه اكتر كمان ككسكريبTnity اقدر كمان من تمثل واللي overdد انتباهي اكتر ان احمد فاهمي فعلا بجد ممثل الشاطر من ايام لما كان عامل دوره في ليلة هنا وسرور كان طالع مفروض ان هو كان طالع ديف شرف وبعد كده عمل لنا فيلم اللي عارف بصراحة كان الى حد ما كان فيلين كويس ما كانش افضل حاجة بس كان كويس ومن هنا بطلت اعرف او بطلت افهم ان احمد فهمي فعلا بجد ممكن نطلع منه حاجة كويسة جدا غير كمان اللي انا متحمس ليه المسلسل ده اه ان معاه في الكاست راكين سعد راكين سعد اللي كانت عاملت مسلسل ريفو ومعانا كمان باسم سمرة وصلاح عبدالله واحنان يوسف والداليا شوقي وجيهان الشماشرجي والكاست بصراحة انا شايف ان هو جامد جدا وعجبني جدا الكاست وخصوصا ان كمان في باسم سمرة وراكين سعد الاتنين دول بالذات راكين سعد بصراحة ممثلة ممتازة عجبني جدا دورها في ريفو باسم سمرة طبعا كلنا عارفينه فانا بصراحة متفائل جدا بالمسلسل ده واللي عجبني كمان اكتر لما عرفت انا عرفت الحوار ده النهارده ان لسه مشوفت التريلر بس عرفت يعني سمحت بكلام ان اللي عمل اه بتاع المسلسل ده او بتاع المسلسل ده هو الوايلي ده يا جماعة واحد هو كومبوزر بيعمل اغاني على يوتيوب يعني وكده الوايلي ده بصراحة بيعمل شوية اغاني جامدة فاشخة يعني فاتبسطت جدا ان هو هو بتاع المسلسل ده فمش عارف ممكن يطلع ايه يعني ممكن كساوندراك لمسلسل زي ده لان احنا عارفين ان هو مسلسل مش كوميدي هو مسلسل مفروض ان هو كرايم يعني مفروض ان هو مسلسل جريمة وقصة حقيقية كمان يعني عشان تبقوا عارفين يعني فانا تمنى بصراحة ان هو يطلع حاجة كويسة طبعا كان العادة مشوفش التريلر ولا مرة اشوفه معك دلوقتي الاول مرة وهو وبصراحة كويس قوي ان هو مش تيزر الاسابيع اللي فاتت كان عمالي ينزل له على فكرة المسلسل ده ما حبيتش اشوف منه اي حاجة انا قلت المسلسل ده اول ما هينزل له هتفرج عليه وعمل له مش عايز اشوف تيزر لان كان تيزر كان صغير جدا كان عشرين ثانية وخمسة عشر ثانية فما حبيتش اشوف الحاجة اولتا لما ينزل فاتفرج عليه مرة واحدة وعمل له حلقة يعني محبيتش ان انا اشوف لان هم هنزلوا كزا تيزر على فكرة نزلوا اتنين او تلاتة يعني فما حبيتش ان اشوف قلت هشوف تريلر مرة واحدة يعني يلا بينا نشوف التريلر مع بعض سفاح الجيزة اي واحدة هتشتغل هتاخد حقها وزيادة حقها وزيادة اي واحدة هتشتغل هتاخد حقها وزيادة لطلت على نياتك يا واد عمل في الانجازة اقول لك ضربتني على وشي بالقلم انها بعض افطو ناف يعني اللي ودا بيقتد وهو مش عارف ما بيقتد سفاح الجيزة انا معرفش ده دم ايه وانا دم مين اوكي اا المسلسل حينزل في خمسة وعشرين اغسطس في الشهر ده انا بصراحة التريلر عجبني جدا والساوندراك بتاع الوايلي بجد يعني ضربة فوداني بطريقة بالتلازينة يعني لانا الساوندراك دول اصلا بتوع الوايلي انا بسمع اصلا الوايلي بحبه جدا يعني اللي حتى برضو حتة اللي هو عشان هو كان عامل بتاع العبد والشيطان اللي هو نقاط محمود الحسيني هو برضو كان عامل لها وحطت كده منها لا قطة كده في التريلر عجبني جدا بصراحة شكل المسلسل هيبقى عظمة يعني ورجعني شوية بنفس اللي هي بتاعة مسلسل المسلسل كان واحد بصراحة كان من اقوى المسلسلات اللي هو مسلسل في كل اسبوع ويوم جمعة اللي كان بتاع مننا شلبي واسر يسين بصراحة كان مسلسل جامعة فاشخ يعني واتمنى بصراحة كان حلو جدا اتمنى بصراحة المسلسل ده يعلي عليه كمان يعني لانا انا بصراحة متفائل جدا بالكاست متفائل جدا بالكمبوزر السكريبت رايتر مش عارف بصراحة السكريبت رايتر او المؤلف هو واحد اسمه محمد صلاح العزب محمد صلاح العزب ده اللي كان للاسف المؤلف بتاع مسلسل رايا وسكينة فدي برضو حاجة يعني تخاف منها او تقلق منها بس في نفس الوقت برضو هو مؤلف مسلسل النمر ومسلسل هوجن ومسلسلين دولو كانوا قفشخ من بعض هنا عجبني هوجن جدا وعجبني النمر جدا فدي حاجة برضو تدي تفاؤل يعني بس مسلسل رايا وسكينة ده بصراحة كان صعب جدا يعني ما عجبنيش خالص يعني وتقريبا انا شفت كان حلقة لما تعرض يعني زلت شفته اول حلقة اول لأول حلتين وما اريدتش اكمله بصراحة اش مرارتي ما استحملتش اه بس بصراحة كان مسلسل صفاح الجيزة انا مترقب جدا انا النسبة الترقبي ليه هي تمانية من عشرة وفعلا ان انا اتفرج على المسلسل ده وطبعا كالعادة لما اول ما هينزل هعمل له مراجعة على طول يعني وعجبني فكرة ان هو تقريبا عنده انفصام في الشخصية هو مش عارب هو طلع بتوه مثلا واحد واحد طيب واحد انا مش عارب برضو دي برضو نقطة ما تقريتش قوي في 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 التريلر فعجبني حتة ان هم خبوها للمسلسل ذات نفسه يعني آآ بس انا زي ما قلت نسبة ترقبي للمسلسل تمانية من عشرة اتمنى الحلقة اكون عجبتكم ان شاء الله اشوفكم في الديهات تانية قريب منسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم منسوش بره تعملوا سبسكرايب للشانلز التانية اللي اسمها هومالون وتيك تو وحصيب لكم اللينكس في الديسكريبشن ولو حابين تعملي الفولو لايك على فيسبوك وتفروا انستجرام برضو حصيب لكم اللينكس في الديسكريبشن وباي باي